تستضيف مصر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من مايو الجاري النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استخبارات المعلومات وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يأتي المؤتمر في إطار خطة الدولة للتنمية عشرين ثلاثين وبتوجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي وأمن المعلومات في مصر ويعد المؤتمر هو الحدث المتخصص الأول من نوعه في مصر ويهدف إلى الوقوف على أحدث تطورات ملف الأمن السبراني وأمن المعلومات في مصر والمنطقة ويصلت المؤتمر الدوء على الوضع الراهن للأمن السبراني محليا ودوليا كما سيناقش مستجندات القطاع بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم